قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم اللي الطيمي عن أبي حازمين التماري عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقالا إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن